اه قبل ما اروح لما بعد الاهلي انت قلت لي فيه جزء هتحمله انا في اللي انت حكيه ده كله انت متحملش حاجة لا بس لا ان انا خدت الموضوع عندك ان انا بعاند مع كريم اه فاهم لما المدرب بالزبط يعني انا اه يعني انا كنت فيه حاجات كنت لا ممكن كلعيب خلاص فاهم مع ان كانت سيدة كابتنا العبساطة قال لي احنا عارفين انت معالش حاجة لان انت لو عملت حاجة ما كناش هنسيبك كنا هنعقبك كنا هنخصم لك هنعمل هنعمل بس احنا عارفين انت معالش حاجة فانا بقى لا فلما لقيت الموضوع بياخد السكة دي طب انا غلط في حقي هتقولي حقي فالقيت الموضوع بقى ايه داخل في عند فانت لو رجع بك الايام ما كنتش يخش في العند دوت ما كنتش يخش طبعا اه كان موضوع خش بس انت كنت زيح تقعف تتعامل مع المدرب ده بعد كده اه بص في الكرة كريم ما فيش حاجة يعني متغيرات الكرة بتتغير في ثانية اه انت موجود النهاردة بكرة مش موجودها ابقها انا موجود انت مش موجود لكن دايما اللي عب هو اللي قاعد هم المدربين في مدرب النهاردة موجود بكرة مش موجود هم وحصل موضوع ده معه جزيجي يعني جزيجي جو جي فترة انا ما كنتش بالعب معه خالص هم من الكرة انه اوهمشى قال لإنت مبسود السكراه انا مبسود كده انت فوش اللي هو ميشى ها وهو ميشى يعستألك من بعد الملعب المالي كان هو ماشي بعد مطش الملعب المالي وقال له أنا خلاص مش هقدر أكمل بنسلم عليه بيقول لي يا رهابي قلت له يا ساهمي سوهابي كده 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 فوشه لأنه هو أنا جالي سنتين جالي مديرا عارق مكانش راضي طب طلعنا ألعب في مصر هنا في الدورة عشان ألعب أولمبياد مكانش بيوافق خالص فالموضوع فيه أوقات لعب الكرة الناس ما بتبقاش عارف التفاصيل يعني الناس لها اللي بيظهر قدام الشاشة